إذن هون رح نأخذ هذا في سيموت و رح نشغله الآن في مود بحيث أنه هو يعطيني، يعطيني يطلع لي تورك، هاي التورك اللي بيطلعه، كسيجنل فقط، و رح يطلعه كسيجنل، أنا ما رح أطلعه هون كتورك، يعني ما فيش عندي، بعرفش زي عندي فاريبال اسمه تورك، بس أنا رح أطلعه كسيجنل، التورك اللي ما رح يطلع، بدي أقسمه على الإنيرشة تبعه اللود، أو بدي أطرح منه مرات الأوتور بالانس، ماش هيك المعادلة؟ إيش المعادلة اللي اشتغلنا فيها؟ بالتورك، تبعه الدرايف، مانس تورك، اوتو بالانس، إذا فيه، شو بيساوي؟ ألفة في آي توتل، مزبوط هاي المعادلة، بتذكرين هاي المعادلة؟ هلأ يمكن ما يكون في دائماً اوتو بالانس، أنا ما رح عامل هون اوتو بالانس تورك، رح خليه بس شافت بدور، وفيش ما حطوط عليه إشي، ما معلق عليه إشي، ولا عليه تورك معاكس، فرح يصير، بدي أقسم، إذا قسمت التورك على ألف على آي، إيش رح يعطيني؟ ألفة، إيش ألفة؟ إذا كاملتها شو رح تعطيني؟ أوميجا، إذا أخدت أوميجا بعدين وين برجع؟ برجع هون، هاي سكرنا اللوب. اللي رح عامل هون، خلينا تحكي بس قديش البولتج اللي مطلوب، قديش البولتج اللي لازم نحطه؟ ميتين واربعين فولت، رح أحط ميتين واربعين فولت كونستانت. فرح نسكر هلأ هذا البلوك، هاي عندي الشافت، خلينا ننزل الكونتينيوس هذا هون، خلينا نشيلهم. خلينا نتأكد أنه هون حاطين، قديش لازم نكون حاطين؟ ميتين واربعين فولت، أه؟ حاطين على الارمتشر كونستانت فولتج هلأ، في الحالة الواقعية ما رح يكون هذا كونستانت فولتج، شو رح يصير؟ يعني إيش؟ أي نوع؟ أي نوع من البراليكترونيك سيركيوتس رح يكون؟ إذا عندي إيش رح يكون هذا؟ أي نوع من الـRectifier؟ إيش رح يقوله الـRectifier... وإذا سورس عندي 3 drove، شو رح يصير؟ 6 parts. 6 بكون لدي 12s controlled Scient-so-based. ليش؟agشان اخطر عمل؟ عشان أخطر مالسيس تبع المحرك، وأخطر أخطر السرعة، وبصير يتقاطع، مين بصير يتقاطع مع مين؟ يسير speed torque curve تبع اللودي تقاطع مع speed torque curve تبع drive فإذا هذا بدلته محلو حطيت 6 pulse control rectifier هاي نفترض عندي هون 3 phase جايين من هون AC 3 phase AC دخلتهم على 6 pulse control rectifier إيش بدخل لهاي 6 pulse control rectifier ما نلخبط مع الألفة اللي هونه في الشول هاقبين ألفة هاي اللي هي راح يطلع معي 2 terminals فدالما يصير هذا constant بلغي هذا السورس بصير عندي هذا الفولتج هو function of alpha وfunction طبعا of 3 phase اللي جاي من هونه بصير أغير الفيرينج أنجل شو بتغير معي؟ بتغير معي terminal voltage terminal voltage هون بهمني لأن الريفل راح يروح ما راح يقدر يمر الريفل من هون راح نعمل له blocking بالإندكتنس تبعة اللودي راح يضل عندي بس الـ DC الـ average DC الـ average DC شو راح يعمل الـ average DC؟ راح يغير speed torque curve تبع هذا الـ DC motor لو عندي load يش راح يصير بسرعة اللودي حسب هاي V V2 V1 نثلا V3 وهدول كلهم function of alpha اللي هي الفيرينج فبصير سرعة اللودي تتغير معي حسب ما بغير الـ armature voltage هاي أكتر طرق أشهر طرق الانتشارا في التحكم في DC motor ندل ايش منغير؟ منغير الـ firing angle تبعه الـ six pulse أو 12 pulse rectifier ليش منروح لـ 12 pulse؟ بشرب الأقل بشرب الأقل والأهم؟ الـ harmonics تبعه الـ supply بنزل بلغي الـ harmonics تبعه الـ supply بلغي الـ 5th وال7th واللي بعدهم بـ 12 ويضل عندي 11-13. الهارمونيكس اللي بس أسحبها من السطوات. إذا اللي بدنا نعمله الآن بدنا ناخد هذا الـ output ونطلعه نحطه على load. راح أنول هادي كلها هون. هاي اللوء هاي هادي كله هون راح ننقله هون. بعدين هلأ راح أتحرك هاي شوي صغيرة هون نكبرها. هلأ راح ناخد ايش ده ناخد الـ output اللي طالع معي? الـ output اللي طالع معي هو electrical torque. ليش نسميه electrical torque? لأنه هو electrical torque اللي نشأ عن الـ interaction فهو electrical وتحول لـ mechanical. اول شيء راح نخصم منه. ايش? قبل ما يطلع من المحرك. والويندج واللوسز اي mechanical losses اللي هتصير في المحرك. هذا التورك اللي نشأ electrically. لسه بلوين خصم منه mechanical losses في المحرك حتى يتغلب على friction داخل لتبع المحرك. وبعدين راح يصير في عندي mechanical torque لبره. احطه على الـ. الموديل هذا لأنه بسيط ما بشمل لش تبعة المحرك ولا الفريكشن ولا الويندج تبعة المحرك. الموديل متقدمي كانت تشمل اكتر. اذا شو راح ناخد الان? راح ناخد الـ electrical torque. راح اقسمه على الانيرشا. ما فيش عندي انا راح اهمل يعني راح اعتبر انا راح اقسم على الانيرشا تبعة اللوت. راح يطلع معي الفة. راح اكامل الفة مرة. لحيث انه يصير عندي اوميغا. راح ارجع اوميغا هناك. اذا ناخد الان. ايش بدنا بدنا constant مش هيك? بدنا constant gain. بدنا نقسم واحد على هاي. راح ناخد من هون مثلا هاي 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 راح نحطه هون. وهذا بيمثل الانيرشا. راح حطه هون واحد على اي. اي توتل. اي توتل مفروض تشمل تبعت المحرك نفسه. فعندنا راح ناخد هاي 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 تورك راح اقض الـ mechanical تورك او electrical تورك الصحيح. حطه هون. خلا نكبرها عشان نشوف دي في الداخل. هاي الانيرشا هلأ بدنا هاي هاي بيمكاننا نسميها alpha. وهي rotational acceleration. وهون راح نصير عند السبيد. هلا ايش راح عمل؟ ناخد هاي. وحدتها صحيحة. هاي لاحظوا هاي هون مش بالـ RPM. راتس بير ساكند. ليش مسميها احنا هيك؟ راتس بير ساكند. اه؟ اوكي هاي صار عندي هذا كامل هلأ هاي ايش اسمها هون راح تكون؟ راتس بير ساكند. هاي اوميغا. راتس بير ساكند. راتس بير ساكند. مضبوط. هلأ بدنا اختار قيمة مناسبة لـ i. نخطها واحد هلأ ونشوف. أنا بعرفش اذا كانها مناسبة ولا لا. واحد رقم عادي طبعا. راح بروح هون احض. لا انا حاط التوتل بس يمشي مبينينك من الطرف فيه. هاي ها اي توتل اه؟ مضبوط مشنين؟ طيب. شو طلعنا فيه اشياء لازم نحطها؟ حطينا الفوتس الصحيح تبع الـ الـ. ليش؟ في الانتيجريتر. الانتيجريتر فيه الانتيجريتر فيه انيشال فاليو. اذا دخلت من هون راح ياخد الانتيجر في امنيشال فاليو انترمال. اللي بدك تحطه اكستيرنال بمكانك تحطه ام اا. اي امنيشال فاليو. عا فكره الانتيجريتر هو النوع من المميỏi. يعني ببدأ من زيرو سبيد. ماشي؟ هاي لمين راجع على الزيرو؟ روتاشنال سبيد. مش الروتاشنال اكسلوريشن. اه؟ الاوت وطلوق اطلع. وانت انا بتحب تعمله اكسترنا. وكانك تدخله من برا. وزا عملنا هيك ايش صار عندي؟ وكاني احبت كونستانت فاليو او فاليو معين احدد شو الانيشال سبيد اللي ببدأ منها. برا كما بالديا يبدأ من زيرو سبيد. بس احنا راح نبدأ عادتاً فروم زيرو سبيد فرح ارجع هاي انتيرنا وحطها زيرو. اي انتيجريتر لازم بكون فيه إلو زيرو. سواء كان كونتينيو اس انتيجريتر او دسكريت انتيجريتر. راح حط له انيشال فالي. انيشال فاليو بحدد ايش القيمة اللي هو بيبدأ منها. طيب هيك اظن جاهزين نعمل ران. بعرفش انا عشرة عالية ولا لا؟ هلأ ما نشوف. ايش راح يأثر الفاليو العالي للانيرشا؟ ايش راح يعمل؟ راح ياخد وقت اطول حيطة يعمل هلأ احنا هاي سبيد موجودة عندي هون بقدر اشوفها. عالي شبتاً كأن العشرة اللي انا حاطتها. خلينا نزل قيمتها لواحد. خلينا نزل قيمتها كمان. خلينا نزل قيمتها. خلينا نزل قيمتها. ايش هاد الشكل؟ هاد. ايش هاد؟ هاد السرعة مش هيك؟ هاي السرعة كانت اعلى واحدة عنا. شو بذكركم الشكل هاد؟ فرست order system. فرست order system. هو فعليا سكند اوضر بس احنا ما غيرناش اللي. ارمتشر فولتش كونستانت. ها فهداك ما بينش. شو اذا البول هادة اللي هون؟ موين بيجي هادة البول؟ فيه بول واحد مش هيك؟ موين بيجي البول؟ لا لا انتبه. احنا ما غيرناش بالارمتشر فولتش كونستانت. واصل الستيدي ستات والكارن تبع الارمتشر كونستانت. الانيرشة. الانيرشة. الانيرشة وال والبسكس فريكشن. من وين اجانا بسكس فريكشن من هون؟ اه اذا لا مزبوط مزبوط كلامك صح؟ فيه الاعلاقة بالبول تبع الفيلد والارمتشر اللي هون الموجودين هون. لان احنا اول ما شغلنا كأنه بدينا فرم zero current. فبزاد ال current معنا هون. والانيرشة لها اثر كمان. ام. طب ازغيرنا المكان نضيف هون zero speed. مكان نضيف اشياء مختلفة. بس هاي اعطانا هون. اعطانا response. هلا واضح هون السؤال اللي سألته سألته بالاول. هاي عندي هون. بطلع معي تورك. تورك بيأثر على اللوت. بيسارع اللوت. اللوت لما يتسارع برجع السبيد. وسبيد اللي جديدة. بتأثر. وبعدين بيبدأ عندي هون. بالنهاية طبعا رح يتغير سبيد توركير. فعماله المحرك بتحرك على سبيد توركير هون. بوصل نقطة معينة عند النقطة هون. شوف نطلع على التانين ايش هم التانين. احنا ندخلين ثلاثة مش ندخلين احنا اربع سيجنالز. خلينا شوف هاي شوما الاربع سيجنالز من هون. اه اسماعهم راحة من هون. لانوا طلعناهم من اللي بلو. اول واحد السبيد التاني الار متشار كرنت الفيلد كرنت والالكتر كال تورك. اذا هاي عندي هون السبيد. هاي اشها الارمتشار اوكي. الارمتشار. لاحظوا هون الكرنت العالي اللي بيشي بالارمتشار بعدين نزل. الفيلد كرنت كونستان. مش هاي? تقريبا كين تورك تذكرين حكينا كينتو الاخر تكون? واحد امتر. واخر ايشي عندي? تورك. عم باطيني تورك عالي بعدين بنزل التورك. نعم. مش لازم تضغل التورك. لا ما هو ما بيحاجر هالتورك. فيش اشي يقاومه. ايشي اللي بيقاومه? لا فيه فريكشن يقاومه ولا فيه اوطبالنس تورك يقاومه. فهو عماله فعليا عم بتحرك هون في البداية لو بنا نرسمه هادا عم بتحرك على زيرو سبيد مظبوط بيبدأ بزيرو سبيد. بيبدأ من هون. وبنزل بنزل لحد ما يوصل النقطة حتى هون تقريبا ما فيش فيشي لوت يعاجسه. نحط فريكشن. كيف نحط فريكشن? ايش بنعمل؟ تمام. اذا حتى اطلع قيمة الفيسكس فريكشن شو بدي اضرب بيش بدي اضرب البي. بسبيد. بسبيد. وين هالسبيد؟ هايها موجودة هاي بشين؟ فراح اخد لا لا اغير البول مكان البول. لهذا راح ناخده هون راح احطه هلا انا بدي اطرحه من التورك فعشان اطرحه من التورك راح احطه هون راح عامل له وجوه راح احط هون قيمة اسمها بي بعدين ما نحددها. وعشان نشطل بشكل صحيح. ايش لازم اسمي هذا? وقتين البيسكس فريكشن راح يوصل عن تورك معين. راح يطلب تورك معين من المحرك. فالمحرك راح يهدى عنده. راح يوقف عنده سرعة معينة. لها علاقة بهذا البيسكس فريكشن. راح نضربه في اوميجا مصبوط. هون صار عندي هلا راح يعطيني البيسكس فريكشن. هلا هادا ايش الوحدة اللي طالع من هون راح تكون؟ تورك نيوتون ميتر. اذا بادر اطرحه من مين؟ الالكترول تورك. الالكترول تورك. هلا اذا بادنا سميقوط لازم اجيب سميقوط. الان السميقوط. اي سميقوط. راح ناخد سميقوط وحطها هون. لحطينها هون يمكن نشيل هلا هذا. ناخد التورك الآن. التورك من دخله. نعم. خلينا نشيله من السكوب بحسن كمان. دخل التورك النهائي. لا انا بدي افرجيك انه التورك ما نزل لزيره من المحرك اللي طال المحرك. هلا الاشارة هون لازم نغيرها. لانه دائما نكون عكس الهاي. عندي هون ماينس. نعمل اوكي. وهلا بنشبك اللي. هاي تورك من تورك. لو عندي اوتو بالانس بطرحه كمان. بس انا ما عندي هلا اوتو بالانس. وبعدين هلا هون نرجع من نكمل. هاي ترجع هون تعطينا تورك. ازان هلا هاي صارت تورك ماينس تورك. بتساوي اي في الفة. خلص. هلا هيك بس نحط قيمة بي. اه. اديش نحط قيمة بي. اديش كان بوصر عندي حوالي ميتين تقريبا. نحط البسكس فريكشن بوينت او وان ومنشوف اذا كانها قيمة مناسبة ولا لك. فراح حط بي بتساوي point zero one. فpoint zero one لما بدروها في حوالي ميتين radians per second. ايش هاي. اديش هاي تسرعي. ايش حوالين ميتين. ميتين. في بوينت او وان راح يعطيني اتنين نيوتن ميتر. بنشوف اذا ما اثر من رد من زيد قيمتها بعدين. التورك اه ما نزل بي. خليني نرفع قيمة بي. اعمل هلا point one. هلا هون واضح التورك ما نزل بزيره. هو فيش عنده اشي يتغلب عليه. الشي الوحيد يبدو يتغلب عليه على سرعة معينة. هو الفيسكس فريكشن. فلاحظوا التورك من المحرك ما نزل بزيره. فلما تحرك على الخط هذا. نعم. اخر واحد. اه هذا ايش من اللي عندنا. الكرت. اوكي. هذا عندي التورك. فالتورك تقريبا عم بيستقر على قيمة بحدود. بحدود عشرين. فاذا اطلعنا عمانه بيبدأ من هاي تورك. بنزل بنزل. بس ما بنزل لزيره. بوقف عند دقطة معينة. وهاي هي السرعة اللي هو ثبت عندها من هون. بله خلينا نحسب اديش السرعة اللي عم بيستقر عندها. هاي القيمة بقي بالرادينت حشان نحولها بس لارتين. حط يطول الال حاسبة. حوالي الف تسعمية وعشرة. قديش? حوالي الف تسعمية وعشرة. الف تسعمية وعشرة. بالتكرين قديش كان الراتد سبيد اللي يعطاني اياها. الف وسبعمية. اذا ايش تتوقعوا الالف وسبعمية وخمسين. لما بعطينا عليها ايش? الراتد تورك. اوكي? ماشي واضح؟ لانو واضح انه سرعته لسه اعلى هلا. سرعته هون. بس هو يمكن الراتد تورك يكون هون. التورك اللي بعطيني اياها هلا قليل. هو امكانيته لعطيني تورك اعلى من هذا التورك اللي موجوده.